بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الأفاضل أيها المشاهدات الفاضلات الصائمون والصائمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعلم ربما أن هذا العديث في علاقات متعددة عديث ربما يكون شاقا على النفس لكنه أمر ضروري لأن الكلمة في الإسلام مسؤولية عظيمة مسؤولية في الدنيا وفي الآخرة ولذلك خيرية هذه الأمة بالكلمة كنتم خير يا أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والنبي عليه الصلاة والسلام جعل البلاغ بآية واحدة بلغ عني ولو آية والناس إما أن يسمعون الكلمة مسموعة وإما أن يشاهدون الكلمة خلقا فاضلا مطبقا وسلوكا ومعاملة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين والمعاملة وعالة هذه القيم والأخلاق لا تصاغ إلا بحديث نسمع عالة القيم والأخلاق وكل المواقف الإيجابية لا يتكون إلا وفق نصيحة متجرلة لله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع الدين كله في كلمة فقال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليأمة المسلمين وعامتهم هذه القضية المهمة التي ينبغي أن نقف عندها ولذلك أمانة الكلمة في الإسلام تجردا بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يكون متجردا في حديثه عندما يتكلم خاصة عن المخالف أحيانا الإنسان في حديثه عن المخالف ما يكون يتجاوز الحد وأحيانا يتجاوز الحد حتى في الحب فيبالغ ثناءا وهذا لا يرضاه الإسلام بحال من الأحوال وأحيانا عندما يختلف أو يكون اختلاف وجهات النظر يتجاوز الإنسان في حديثه جرحا وهذا ما ينبغي أن يكون بحال من الأحوال ولذلك الرسول على الله جل وعلا جعل عنوان العدل في كلمة فقال الله جل وعلا فإذا قلتم فاعدلوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة في أول هجرة في الإسلام من مكة إلى الحبشة والنجاشي ولا يزال على نصرانيته ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الإنصاف في القول مع المخالف فيقول عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد بل القرآن يعلمنا الإنصاف عندما نريد أن نقيم أمرا ما أو إنسانا ما أو حتى أمة ما ينبغي أن نكون منصفين فيما نقول فعندما تحدث القرآن ابتداء عن الخمير والميسر ماذا قال؟ إنه يعلمنا الإنصال في القول في الحكم على الآخر أن نكون منصفين في كلامنا أن نعدل فيما نقول البعض عندما يقتلهم على الآخر لا يذكر إلا المساوة لا يذكر إلا المثالب لا يذكر إلا الأخطاء لا يظهر إلا الأخطاء فقط بينما ربما الآخر فيه من الإيجابيات فيه ربما من الأمور الطيبة ولذلك الله جل وعلا قال يسألونك عن الخمير والميسر قل فيهما إثم كبير شف ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما بل النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مكة ماذا في مكة؟ فيها أصنام فيها وأد للبنات فيها خمر فيها بعض الأقطاء ومع ذلك ما كانت تخل من إيجابية فيقول عليه الصلاة والسلام ليعلم الأمة أما سؤولية الكلمة عدلا في الآخر فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثته شف لأتمم مكانم الأخلاق لأكمل أي أن ذلك المجتمع وإن كان فيه أصنام لكن فيه بقية من أخلاق وارجعوا يا رعاكم الله إلى كتاب السير ماذا كان في العرب؟ من شيء من قبل الإسلام ولذلك قال بعض العلماء أن الله جل وعلا استفى مكة مه بطل الوحي للكعبة المشرفة وأيضا لأن في العرب بقية من مكارم أخلاق فيهم بقية من مكارم أخلاق ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام شهدت حلفا في الجاهلية في دار عبد الله بن جدعان لو دعيت له في الإسلام لأجبت هذا كان الحلف قبل الإسلام نصرة المظلوم ولذلك دائما سبحان الله الله جل وعلا إذا أراد أن يعيد إنسان إلى رشده أعاده من خلال موقف يتبناه عقل راشد يتبناه إنسان لم يعرف إلا بالصدق والأمانة عالة الخلتاني لا نعرفها في الآخر إلا من خلال صدق حديثه ولا يكون صارقا في أمانته إلا من خلال صدق حديثه ولذلك عندما بنت قريش الكعبة بعد أن هدم السيل بعضا منها أجمعت عمرها وعادوا بناء الكعبة هذا قبل الإسلام قلوا النبي عليه الصلاة والسلام في العشرين من عمره والله أعلم اللهم صلى عليه وعلى آله فمنت الكعبة واختلفوا على وضع الحجر الأسود لدرجة أنهم قالوا أن يقتتلوا فإذا برجل يجب الكريمة كيف لما تكون كريمة راشدة إذا برجل يقول لما لا تجلسوا وتحتكموا على أول داخل عليكم من باب السلام قالوا نعم فجلسوا فإذا بالداخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبل بأذاته عليه الصلاة والسلام أول ما رأوا قالوا الصادق الأمين ما جربنا عليه كذب القط لذلك صدق الكريمة تجعل الإنسان موضع ثقة عند الآخر مدى تضعف الثقة عند الآخرين لا قدر الله فينا عندما لا نكون صادقين والكذب هذا آفة ما يعرفها المسلم بحال من الأحوال لا في نقل الخبار ولا في المشاعر ولا في المواقف بحال من الأحوال فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبسط رداءه وفي حقيقة الأمر ما بسط رداءه لقريش إنما النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال رداءه مبسوطا للبشرية كلها رحمة وعدلا صلى الله عليه وسلم لما لا أرد أن يقبل ثم وضع الحجر الأسود على هذا الرداء المبارك وأمر كل شخ كبيلة يأخذ بطرف الثوم ثم حمل ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام الحجر بيده الشريفة في بكانه الذي لا يزال مكان موجودا إلى الآن وسيظل إن شاء الله أمنا وأمانا بإذن الله إلى قيام الساعة كل ذلك من خلال صدق معلومة عرفوها في النبي عليه الصلاة والسلام ما جربنا عليك كذبا قط بشهالة الجميع ولما أمره الله جل وعلا قال فاصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين ارتقى النبي عليه الصلاة والسلام الصفا ونادى في قريش اجتمعوا لما سمعوا من ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش لو أني أخبرتكم أن جيشا مصبعكم خلف هذا الجبل أو مصدقية أنتم قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط فقال دعاهم إلى لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إن صدق الكلمة تؤدي إلى صدق المواقف إذا أراد الإنسان أن يحافظ على ثقته مع الناس لابد أن يحافظ على صدق حديثه معهم إذا أراد أن يحافظ على صدق موقفا مع الناس لابد أن يحافظ على مشاعره أن تكون صارقة مع الآخرين ولذلك الإسلام يعلمنا ذلك في مواقف كثيرة عندما الخوارج خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه استادنا وسيدنا عبد الله بن عباس أن يحاورهم أن يقلمهم قال إني أخشى عليك منهم قال لا وذهب فقال لهم ما تنقمون من علي ما تنقمون من علي أنتم لماذا أخرجتم علي قالوا أولا أنه قاتل ولم يسبو ما أخذ السبي هذا أولا قال ثم رضي التحكيم عندما حكي وحكم سيدنا عمر بن العاص عن سيدنا معاوية وسيدنا أبو موسى الأشعري عن سيدنا علي هذا الثاني ثم الثالث قال أنه رضي أن يمحو عن نفسه إمرأة أمير المؤمنين فقال لهم سيدنا عبد الله بن عباس إذا قلت لكم دليلا من كتاب الله وسنة رسوله عليه وسلم أترجعون القضية إذا اختلفنا دائما وأبدا الله جل وعلا يعيدنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول دائما وأبدا لكن رب الدل الإنسان أن يرد هذا الأمر وهو يهيئ نفسه أنه يتعبد الله إلى أربابه فقال أما تنجمون على علي أنه محا عن نفسه إمرأة أمير المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح العليبية معا عن نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتى يكتب الوثيقة صلح العليبية مع سهيل بن عمر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم قال له سيدنا سهيل هذا قبل إسلامه نحن لا نعلم ذلك قل أكتب باسمك اللهم قال له أكتب باسمك اللهم فقال عليه الصلاة والسلام أكتب يا علي هذا ما عاد عليه محمد رسول الله قريش الله صلى عليه وعليه قال له لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك أكتب اسمك واسم أبيك في رواية أن رسول الله السلام قال سيدنا علي محايا علي قال يا رسول الله أما هذه فلا أستطيع قال دلني علي فمحاه رسول الله السلام ثم قال ستدعى أنت إلى مثلها وتوافق سبحان الله دارت الأيام فمحا عن نفسه أرجعتم عن هذه قالوا نعم قال أما ما يأخذ السبي أتريدون من علي أن يأخذ أم المؤمنين أمكم وأمنا جميعا في السبي فإن قلتم نعم فقد كفرتم وإن قلتم ليست بأمنا فأنتم تتردنون بين أمرين أرجعتم عن ذلك قالوا نعم قال وأما الثالثة فإذا أنتقمون من علي عندما حكم في حقن الدماء والله جل وعلا في حفظ أسرى يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فعاد في المجلس هذا المجلس آلاف معلفة عادوا إلى رشدهم كل ذلك من خلال بينا كل ذلك من خلال كلمة مسموعة أتت بالرجل مسموع له كلمة مسموعة وعالة نحن نصلع علاقاتنا ينبغي أن نتأمل في هذا الحديث وأسامحوني مرة أخرى أنا أطلت ربما عليكم في هذا الحديث لأنه مرتكز الحياة مرتكز المواقف مرتكز النجاح في أسرنا في علاقاتنا مرتكز النجاح في ما بيننا في مؤسساتنا في أوطاننا في علاقاتنا مع الآخر عندما نكون صادقين في أقواننا فإننا صادقون في أعمالنا عندما نكون صادقين في أقواننا في بشاعرنا نكون صادقين في علاقات هذه قضية مهمة ولذلك هذا الحديث ما ينبغي أن يمر مرور الكرام وأن يمن يمر عليكم حاشاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام يربط ركلا من أركان الإسلام في المعلومة التي نقولها في المعلومة التي ننقولها ركلا من أركان الإسلام لقدر الله يتهاوى عندما يصر الإنسان على كذب المعلومة وتسجيف الحقيقة فيقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامهم وشرابه لأن العبادات كل العبادات إنما جاءت تقييما للأخلاق إنما ارتبطت بالأخلاق والقيم وتأملوا يا رعاكم الله الصيام ارتبط بالأخلاق من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامهم وشرابه فإذا كان صوم يومي أحدكم فلا يرفض ولا يفسق الحديث الصلاة تتعلق بالقيم والأخلاق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الحج يتعلق بالقيم والأخلاق الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج العطام الصدقة يتعلق بالقيم والأخلاق قول المعروف المغفرة الخير من صدقة لنتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى القضية مهمة أسأل الله لموفقنا جماعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة